تهم فطفاضة تستند عليها السلطات الإيرانية في اعتقال من يخالفها الرأي تاريخ إيران حافل بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان آخرها اعتقال نازلين زاغري بريطانية من أصل إيراني تعمل في قسم التعليم بهيئة الإذاع البريطانية البيبيسي اعتقلتها الأجهزة الأمنية أثناء مغادرتها البلاد في أبريل الماضي الحرس الثوري الإيراني تبنى اعتقال زاغري واتهامها بالمشاركة في التخطيط لإطاحة النظام عبر مشاريع إعلامية هما هوتفر كندية من أصل إيراني أستاذة الأنثربولوجيا وباحثة علمية في جامعة مونتريال الكندية اعتقلتها مخابرات الحرس الثوري بعد استدعائها إلى سجن أفين في طهران الاثنين الماضي دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليها وتشير الأنباء إلى أن هوتفر دخلت إيران في فبراير الماضي من أجل كتابة بحث حول مشاركة الإيرانيات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الشهر نفسه جايسون رضائيا أمريكي من أصل إيراني كان رئيس مكتب صحيفة واشنطة بوست في طهران اعتقل عام 2014 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وأفرج عنه مطلع العام الجاري على أثر صفقة بين إيران وأمريكا وبقرار من مجلس الأمن الوطني الإيراني تم الإفراج فيها عن أربعة أمريكيين معتقلين في إيران هذا ويتضمن قانون العقوبات في إيران الذي أقر عام 2013 جرائم الصيغة صياغة مبهمة من قبيل نشر دعاية مغرضة ضد النظام وإقلاق الرأي العام والإساءة إلى المقدسات الإسلامية والعضوية في جماعة غير قانونية تهم تستخدمها السلطات لكبت الممارسة السلمية للحقوق المتعلقة بحريات التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بشاير لنطيري العربية